موسيقى كيف سمعني؟ مهم بشوية من بنتنا اليوم انا درول مرسدس بانس ستمية بولمان ديال مالك موسيقى 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 سنة 1964 خرجت لنا المرسدس بهذه السيارة لماذا؟ تقلق على بعض الماركات الفاخرة كمثال رويس رويس لينكن والبنتلي جاءت ايضا من هاد السيارة هدي خرجت بها المرسدس بسبيل لنا انها حتى تكنولوجيا رهمت فوق لذلك من كانت تعلق الامور بالتكلفة لدى المرسدس صناعة هاد السيارة ما كانت تقدر بالحساب للفلوس كيف نقوله لذلك ما كانت تحددات واحد البيتجية واحد تكلفة محددة لتطوير هاد السيارة المرسدس مستعده 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 المرسيدس 600 جاءت تكنولوجيا ايضا مبهيرة جاءت محرك فيويت اللي كان ديكساعة كي تحطغي في الرويس رويس وفي البنتلي وفي بعض المصنعين الامريكان الاخرين هذا المحرك كان كي تعتبر اكبر من نوعيه في المانيا بعد الحرب جاءت بسيعة 6.3 لتر ومتين وخمسين بالخيل جاءت المرسيدس بنظام هيدروليكي متكامل كيدعم وسائل الرحة بحل الكراسة وحل جزاز النوافيد المرسيدس قدمت خمسة عشر براء اختراع خلال تطوير الستمئة كان تصميم المرسيدس سمياء اناق بسيكل كبير كيف نقولوها هليخ فالقمر ما كنتيش كتقد ولا يعني كتصعوبة في انك تمييزها ما بين الماركات الاخرى المصميم ديلها برونو ساكو وحط عليها لمسات الكروم في النوافيد وفي الأضواء اللي خلالها انها تربع على عرش الاناقة في ذلك العصر موسيقى موسيقى وباش تعطي واحد اللمسة ديل الفخام او ديل الطرف اكتر جاتنا المرسيدس ستمية بولمان موسيقى جات بطول 6 متر فاصلة 3 جات بخصائص الفخام والطرف كمثال هاتف ديل السيارة ثلاجة ديل المسروبات ولا تلفازة وجات ايضا بسيارة مكشوفة للشخصيات العامة ولا الرؤساء الدول ولا الملوك الميرسيدس بانز 600 بولمان جات باعداد قليلة وتوقف الانتاج في سنة 1981 رغم هذا الشي تمييزات السيارة بالعمر الطاول كيف نقوله بلندية وصحيحة رغم هذا الشي بهذه الميزات دي العمر الطاول والعدد القليل تمييزات هذا الميرسيدس هذه وعطات واحد اللمسها واحد القيمة مضافة للشركة والعلامة التجارية دي الميرسيدس في العالم اللي خلتها انها تشار كسر وتتعرف كسر ما بين الاوساط والناس والملوك والشخصيات العامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة